في المقابل أعلن مدير الاستقبارات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر عدم وجود مؤشرات حتى الآن إلى عمل إرهابي تسبب بسقوط الطائرة كما استبعد مصدر مصري في لجنة التحقيق المعنية بسقوط الطائرة احتمال تعرضها لهجوم خارجية وأوضح المصدر الذي اعتمد على فحص الصندوقين الأسودين أن قائد الطائرة لم يرسل أي إشارة لاستغاثة قبل اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار